نستهل جولتنا الصباحية عبر صحف أمريكا الجنوبية بصحفة كلارين التي تطرقت إلى الهجوم الكاسح للمعارضة اليمينية ضد الحكومة في الأرجنتين وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابة التمهيدية التشريعية وقال وزير البيئة السابق والمرشح لمجلس النواب نيابة عن تحالف اليمين معا من أجل التغيير دياغو سنتيي أن اليمين سيعود لوضع حد للارتجال وتعهد بالعمل بطاقة أكبر للتغيير في جميع أنحاء البلاد أما في البرازيل فاهتمت يومية أغلبو بأزمة سائق الشاحنات الذين قطعوا الطريق للمطالبة بحل المحكمة العليا والتي توجد في سراع دام لعدة أشهر مع الرئيس البرازيلي جاير بوسونارو وأضفت الصحيفة أن الرئيس قال أمس إنه سيتحدث مع سائق الشاحنات ويطالب بوقف هذه المظاهرات لأنها معوقات تضر باقتصادنا وتسبب نقصا وتدخما وتضر بالجميع ولا سيم الأفقار منهم وفي كولومبيا توقفت صحيفة الكولومبيان مجددا عند تقرير مكتب الوسيط الذي حذر من أن المقاتلين المسرحين من قبل القوات المسلحة التورية لكولومبيا فارك يواجهون مخاطر متزايدة والتي تتطلب إجراءات فردية وجماعية لحماية حياتهم وأخيرا في الشيلي أفادت صحيفة لاناثيون بوجود خلافة حادة داخل الجمعية التأسيسية والمسؤول عن سياغة الدستور الجديد للبلاد فيما يتعلق بالنصاب القانوني المطلوب للتصويت على قرارة معينة